كلمت فيه وهتكلم فيه تاني هتكلم فيه تالت وهتكلم فيه رابع لأن اللي بيتعرض له الحكام من إعلام المنافس ضغوط كبيرة جدا 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 عشان حاجة واحدة بس استعادة الاحتواء أيوه عايزين الاحتواء يرجع مرة تانية كل همهم إزاي الحكام يضغطوا على الأهل ده الأهم بالنسبة لهم وأنا أخد أكتر من حقي ولو تحسبت أي مخالفة لصالح النادي الآلي تلاقي التشكيك فيها من كل نحية للأسف في بعض الحكام بيتأثروا وده بيبقى واضح في بعض القرارات أحيانا بتبقى مؤسرة أحيانا بتبقى مؤسرة بس أنا مش عايز أخد دي يعني كأنها مبرر لا ما بخداش مبرر لكن أنا بقول دايما اديني العدالة العدالة للجميع أنا عايز حقي ودي المنافس حقه يعني المنافس لو ليه حق ياخده فيش مشكلة عايز تحتويه شوية زيادة احتويه شوية زيادة بس أنا أخد حق أنا أخد حق ودي كل واحد حق واحتوي شوية اللي عايز يحتوى إنما اللي بيحصل من إعلام المنافس عشان الحكام يدوس على النادي الأهل ده بصراحة أمر غير منطقي وما بنسمعش أي حاجة ما بنسمعش أي حاجة من اتحاد الكرة ولا المسؤولين عن الحكام طبعا النهاردة ماتش الأليو بيراميز تم الاستعانة بحكام أجانب حكم أو طائم تحكيم بولندي اللي هو شيمون مارشنيك اللي هو كان حكم ساحة وقدار مباراة نهاية كاس العالم بين فرنسا والأرجنتين ومعه رودسلاف سبيكا ومساعد أول وآدم ميشيل مساعد ثاني وتوماس ميشيل حكما لتقنية الفيديو وتوماس ميكنيك مساعدا له ومحمد معروف حكما رابعا الحكم ده مش أول مرة يدير مباراة للنادي الأهلي أدار قبل كده بعض المباريات للنادي الأهلي ونادي الأهلي الزمالك معا